هبوط أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم وجنيها الذهب يفقد أكثر من ألف جنيها دفعة واحدة وذلك على عكس ما يشهده الذهب على المستوى العالمي والذي ارتفع في بداية التعاملات ماذا يحدث للذهب وما هي التوقعات الخاصة به؟ هذا ما نوضح لحضرتكم في تغطيتنا أيضا نعرض لحضرتكم في تغطيتنا أسعار صرف الدولار أمام الجنيها المصرية اليوم وما هي المفاجأة التي تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء التفاصيل في تغطيتنا نبدأ مع حضرتكم بالذهب والذي فاجأ الجميع اليوم حيث هبط سعر الذهب اليوم في مصر بعدما سجل ارتفاعا استثنائيا خلال الشهر الماضي وتراجع سعر الذهب اليوم بشكل مفاجئ وبعد أن وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى نحو 3500 جنيها شامل المصنعية على بعض المشغولات تراجع اليوم ليبدأ من نحو 3200 جنيها للبيع وذلك بعد أيام من ترحي شهادات 27% في بنجي الأهل ومصر يذكر أن سعر الذهب قد قفز إلى أعلى قمة يوم 27 من ديسمبر الماضي ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى 3350 جنيها الرسمية لأول مرة وسجل الجنيها نحو 26 و400 جنيها إلى 27 ألف جنيها وذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسعار معدنة ببورصة نيويورك لتسجل مستويات جديدة لاتصل إلى نحو 2080 دولار حينها مع تثبيت سعر الفائدة على دولار وعن أسعار أعيرة الذهب المختلفة في سوق الصاقة اليوم فقد سجل عيار 24 وهو الأعلى سعرا 3663 للشراء ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 32005 جنيها أما سعر الجرام أعيار 18 فقد سجل 2747 جنيها أما عيار 14 فسجل 2137 جنيها وعن أسباب الارتفاع الغير مسبوق في أسعار الذهب فأجاب هاني ميلاد رئيس الشعب العام للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية وقال إن أسعار الذهب تعيش حالة غير مسبوقة من حيث الأسعار وقال أيضا توجد عدة أسباب وراء عدم استقرار أسعار الذهب في الفترة الأخيرة ومنها إقبال المصريين على الشراء بشكل كبير وذلك بهدف الاستثمار فيما بعد في الذهب وهذا السلوك يؤدي إلى رفع الأسعار ولفت هاني ميلاد إلى أنهم قرروا حضر نشر أسعار الذهب وهو ما سوف يسهم بشكل أو بآخر في استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة وعلى الصعيدين العالمي والمحلي أسعار ذهب الأسواق تشهد حالة من الارتفاع البنوني وسط ضبابية للمشهد وفي وقت سابق رد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة على سؤال المواطنون يشترون الذهب أن يبيب وقال إن هناك قواعد ثابتة وهو شراء الذهب عندما يكون سعرها منخفض وأن ذهب على مدار السنوات حافظ للقيمة وقيمته به وطوال الوقت تكون مكسب ولفت أيضا ميلاد إلى أن شراء الذهب في الوقت الذي يكون السعر فيه منخفض يكون له مكاسب لشخص نفسه ومشيرا إلى أن الفترة الحالية من الممكن أن نشتري الذهب كما أشار رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة إلى أن شراء الذهب بأي نوع سواء مجغولات أو بنيها الذهب جميعهم يكون له مكاسب للشخص مرددا مقولة الذهب زينة وخزينة ولفت ميلاد إلى أن أسعار الذهب عالميا وصلت إلى 2140 دولارا مما يؤثر على أسعار الذهب المحلية كما أوضح أن سعر الذهب العالمي والسوق المحلية ليوجد فارق بينها بعد قرار الحكومة بالسماح للمواطنين بدخول الذهب من الخارج دون ضرائب ومن جهة أخرى يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية والمعادن النفيسة لسيما وأن سوق الذهب قد شهد تقلبات كبيرة خلال الأيام الماضية ونذكر حضراتكم بأن هناك تشريعات صارمة لمنع التلاعب بالأسعار سوق الذهب لمواجهة مقطة ضرب سوق الذهب أبرز هذه القوانين الرقابة على المعادن الثامنة وقانون العقوبات حيث تضمن عقوبات رادعة تصل للحبس خمس سنوات وخمسة آلاف جنيه غرامة ويشهد سوق الذهب حال التلاعب في الأسعار فيما تغيب أي آلية التسعير واضحة وفقا لعدد من الخبراء وتجار الذهب الذين يرون أن ارتفاعات الأسعار في الفترة الأخيرة غير منطقية ومبالغ فيها خاصة مع ترابع أسعار المعدن الأصفر عالميا وعالميا يرتفع سعر الذهب فيما يواصل دولار تراجعه قبل بيانات لتضخم في الولايات المتحدة ومن شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد يتبع الفدرال الأمريكي للسياسة النقدية خلال هذا العام وارتفع ذهب المعاملات الفورية 13% إلى 2028.78% للأنصة كما صعدت العقودة الآجلة للذهب ولا ننقل لحضرتكم أسعار دولار حيث سجل سعر دولار 30 جنيه و93 قرش للبيع و30 جنيه و84 قرش للشراء أما عن أسعار أشهر العملات الأجنبية في البنوك المصرية فسجل سعر اليورو 34.8 من 10 جنيه وسجل جنيه السليني 39 جنيه و27 قرش أما سعر الريال السعودي فقد سجل 8 جنيه و24 قرش للبيع و8 جنيه و22 قرش للبيع ومن ناحية أخرى ومع بداية عام 2024 تشهد مصر حدث عالمي وهو انضمام البلاد للبريكس وهو الحدث الأهم باعتباره فرصة استثمارية وإعادة هيكلة للأقصاد على كافة الأصعدة والذي يضم الصين وروسيا الهند والبرازيلة وجنوب إفريقيا ويستحفظ على 25% من صدرات العالم وكما يمثل عدد سكانه 46% من سكان العالم إضافة إلى أنه يهدف في توفير آلاف فرص العمل للشباب وتعزيز التعاون والتأثير في الساحة الدولية ويواجه البريكس تحديات اقتصادية عالمية مشتركة كالتوترات والصراعات والتحديات المرتبطة بالدين العالمي وتغيرات في أسعار السلع والطاقة ولذلك تهدف مجموعة البريكس التصدي لهذه التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مع دول العضاء الأخرى إضافة إلى تعزيز التجارة البينية بالعملات المحلية وتشجيع التجارة بين الدول العضاء باستخدام العملات المحلية وذلك يقلل هيمنة الدولار ويحقق الاستقلالية المالية للدول العضاء كما أن خطوة انضمام مصر لتكتل البريكس يحقق استفادة كبيرة إضافة إلى الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية إضافة إلى جذب الاستثمارات وزيادة حجم التجارة والاستثمار بينها وتوفير فرص استثمارية لشركات المصرية في هذه الدول كما أن هذه الخطوة تساهم على نحو مباشر في الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معادلات التصنيع والإنتاج شاهدين قد قدمنا لحضراتكم أهم المعلومات الاقتصادية ومستجدات أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي وأيضا سعر صرف الدولار أمام البنيه المصرية في مختلف البنوك المصرية نتابع مع حضراتكم كل جديد ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة